ترجمة نانسي قنقر في مختلف المجالات تلبية لدعوة من فخامة رئيس روسيا الاتحادية جاءت الزيارة الميمونة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم إلى روسيا الاتحادية في 22 مايو لتبحث في طياتها العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع في المنطقة قصر كريملين في موسكو كان شاهدا على جلسة المباحثات الرسمية التي أجراها جلالة الملك المعظم مع فخامة الرئيس الروسي القصد هو تجديد التعاون والتطوير التعاون في مختلف المجالات الثنائية كذلك من أهم أهداف الزيارة وإطلاع فخامتكم على نتائج القمة العربية مصدقائكم العرب يكونون لكم كل محبة وكل تغدير لدور روسيا في تعاطفها مع القضايا العربية العادلة ولله الحمد وكان اتفاق تام بأن نتوصل إلى مؤتمر للسلام دولي ونرى اليوم نموا اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا على كل الظروف الصعبة التي تمر فيها روسيا ومنطقتنا كذلك صاحب الجلالة نحن لم نلتقي منذ فترة منذ عام 2016 ولكننا على اتصال دائم وفي مارس أجرينا مكالمة جديدة وفي العام المقبل سنحتفل بمناسبة ذكرى مرور 35 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدين وفي أثناء هذه الفترة قمنا بالكثير من أجل بناء العلاقات بين البلدين ولدينا اتصالات جيدة جدا في العلاقات الخارجية بين بلدين وفي الكثير من القضايا الدولية مواقفنا متطابقة أو متقاربة وحديثا قبل أسبوع عقدت القمة العربية لجامعة الدول العربية في مملكة البحرين وطبعا نود أن نستمع إلى تقييمكم للتطورات الأخيرة في الشرق الأوسط وخلال الجلسة تم التباحث في عدة مواضيع منها تطور ونماء العلاقات بين البلدين وما وصل إليه التعاون لا سيما في القطاع الاستثماري والاطلاع على نتائج القمة العربية واستعراض التطورات الإقليمية المتسارعة وما تشهده المنطقة من تصعيد وتوتر جراء الحرب المدمرة على قطاع غزة والجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى وقف إطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين دون عوائق للتخفيف من معاناة أهالي القطاع غزة أحد النقاط المؤلمة بالنسبة لنا ونريد توقف هذه الحرب اليوم قبل بكرة بعدها شهد جلالة ملك المعظم ورئيس روسيا الاتحادية مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات شملت مختلف مجالات التعاون بين قطاعات البلدين بعد ذلك قام جلالة الملك المعظم بزيارة إلى مقر الجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي وخلال جولته الكريمة أشد جلالته بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات البحرينية الروسية في جميع المجالات وخاصة على المستوى البرلماني والديمقراطي وتبادل الزيارات والتجارب والخبرات فيما يخص العمل البرلماني والتشريعي وفي إطار الزيارة الرسمية للعاهل المعظم إلى روسيا التقى جلالته برئيس جمهورية تترستان وتم خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة الوثيقة وفرص تعزيز التعاون المشترك كما التقى جلالته أيضا برئيس جمهورية الشيشان حيث تم التأكيد على حرص البلدين على توثيق التعاون في مختلف الجوانب الحيوية كما التقى ملك البلاد المعظم مع عدد من أصحاب الفضيلة والقداسة رجال الدين في روسيا الاتحادية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر